السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تحبون أن يذكركم الله عز وجل لآخر يوم في حياتكم تعالوا نعرف بعد من صل على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أكيد طبعا كل واحد فينا وكل وحدة الكل بيتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا لآخر يوم في حياتنا فذا شرف عظيم ما بعده شرف قال جل وعلا فاذكروني أذكركم قال أحد السلف والله إني لأعلم متى يذكرني الله عز وجل قالوا كيف ذلك قال أما قرأتم أو أما سمعتم قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم إن ذكرت ربي ذكرني ربي فمن أراد أن يذكره الله عز وجل طوال حياة هذا الإنسان فلابد لهذا الإنسان أن يذكر الله عز وجل طوال حياتي طالما إحنا عايزين أو نحتاجين ونتمنى ونتشرف أن ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في عليائه سبحانه وتعالى طوال أعمارنا فلابد أن نذكر الله عز وجل كل لحظة في حياتنا بفضل الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسند صحيح قال ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم يعني بين الملائكة وفي رواية أخرى عند التبران في الكبير بإسناد حسن أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الرفيق الأعلى ما شاء الله ولذا قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة إن الله تعالى يكون مع الذاكر طال ذكره أم قصر لقوله تعالى فاذكروني أذكركم فإن شئت أن تذكر الله دائما فالله عز وجل يذكرك دائما ما شاء الله وكما تعلمون عن فضل الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري ومسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم كنا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى إذن يا أحبابي أكثروا من ذكر الله أكثروا من ذكر الله في كل مكان فإن تلك الأماكن ستشهد لكم يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى بل بمجرد ما بنقول الذكر بيصعد ويطوف حول عرش الرحمن ويذكر ويذكر أسماءكم حول عرش الرحمن بفضل الله سبحانه وتعالى كما قال ابن ماجة كما روى ابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأختم بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن مما تذكرون من جلال الله يعني من تعظيم الله التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير اللي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال إنهن ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي نحل يذكرن بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به ما شاء الله مجرد منقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بتصعد الكلمات دي التطوف حولنا العرش لها أزيز ولها صوت كأزيز النحل أو يعني كصوت النحل بفضل الله تذكر بصاحبها يا رب فلان يذكرك الآن يا رب فلان تذكرك الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به ما شاء الله فأكثر من ذكر الله في كل مكان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته